عندي ست بنات ثلاث أولاد بكور كل إشي بالنسبة للتعليم درجة أولى يعني وصعوبات كثير كانت بالنسبة للشوارع طرق كلياتها ما فيش طريق مزفتي ولا إشي لهم كل يوم هم ينزلوا على المدارس ماشيين ما فيش إشي يركبوا فيه والشتاة أنت عارفة بيكون وحلة ومية وأشياء على الطريق بتخوى فعل طول الوقت من ما بنزل على المدرسة أنه يرجع عندي أم أحمد سعيد من قرية الجفت لك الحياة مش مستكرة لأنه الواحد بيكون خايف طبعاً اللي حواليه لما كانوا يتدربوا الولاد كانوا صغار يعني بقولهم إنه هاذ بيتدربوا الجيش بعيد عنه فما تخافوش بيخافوش بيناموا بس عشان يعني كبروا الأمر طبيعي صار بالنسبة لهم لأنه كل يوم كل يوم عادي يعني صار هي طبعاً قرية جميلة وهادئة يعني فيها هدوء زيادة عن اللزوم مرتاحين فيها يعني نفسياً الحمد الله لولا إنه بعض المشاكل يعني اللي حكيت لك عنها هي اللي بتتأثر فينا ولا هي مليحة كسير أملي إنهم يزبطوا للدار تكون مثل دور الناس يسمحون يعني نعملها دار مرتبي ومليحة بس